انا لا سيدة في هذه البلاد وان الشعب هو السيد تحية الجزاء اخبار عن التقاعد ونسبة زيادة للمتقاعدين وكذلك اليوم رح نحكي على فئة جديدة واللي هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي واحد ما حكى عليها من قبل وايضا اصحاب منحة التضامن وايضا رح نحكي على اصحاب المنحة الجزافية لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو وباش نكملوا في الشروحات هذه حول الزيادة في الأجور وباش يوصلوا فيديوهاتنا لناس بزاف وتستفادوا ونفرحوهم من فضلكم ديروا النجام واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ويلا نبدأوا الفيديو بداية خوتي لازم نحكي على الطبقة تأذوي الاحتياجات الخاصة ومنحة التضامن حيث كما تعرفوا انه صدرت في الجريدة الرسمية رقم 58 مرسوم يتضمن رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة الى 12000 دينار جزائري بدلا من 10000 دينار جزائري ورفع منحة التضامن الوطني من 3000 دينار جزائري الى 7000 دينار جزائري و12000 دينار جزائري للذين كانوا يتقاضون 10000 دينار جزائري كل هذا بأثر رجعين من شهر ماي واش نفهمه من هذه نفهمه باللي ذوي الاحتياجات الخاصة اللي كانوا يخلصوا مليون رح تولي لهم 1200 هذه في سنة 2023 يعني ستطبق هذه الايام في انتظار الزيادة الجديدة لسنة 2024 واما اصحاب منحة التضامن لديو في 300000 رح تولي لهم 700000 هذه في سنة 2023 اما سنة 2024 رح تكون هناك زيادة اخرى ان شاء الله لحد الان لا احد يعلم كم ستكون هذه الزيادة وثاني نقطة هي بالنسبة للمنحة الجوزافية للتضامن AFS ليستفاد منها الارامل مطلقات الامراض المزمنة المسنين والاشخاص المعوقين الاقل من 100 بالمئة والمعوقين سمعيا وبصريا اللي كانوا يديو في مبلغ 300000 سنتيم رح يولي المبلغ 700000 سنتيم واللي كانوا يديو مليون رح يولي يديو مليون ومتين كل هذه الزيادات باثراجي ايضا من سنة 2023 من شهر ماي بالضبط بانتظار الزيادات الجديدة لسنة 2024 كما قلنا سابقا انه لا احد يعلم كم ستكون قيمة هذه الزيادة اما بخصوص تقاعد المسبق لتحدثنا عليه في فيديو سابق وقلنا انه رح يرجع لنظام 32 سنة وحطينا الكثير من المعلومات لتدل على انه رح يطبقه في سنة 2024 جيناكم دليل رسمي 100% حيث ورد في عرض السيد الوزير المالية رصد مبلغ 836 مليار دينار جزائري ماهوش بالسانتيم يا قوتي ركز ومليح راهو بدينار جزائري واش رح يديروا بهذه 836 مليار تبعوني يدرق نفهم ومليح هذا المبلغ خصص اولا لدعم الاعتمادات موزعة على المفتشية العامة للعمل كما قلنا من قبل انه رح تكون كثير من عرض العمل في سنة 2024 حيث وردت اخبار انه هناك اكثر من 20 الف منصب شاغر للموظفين والمتعاقدين اغلب المستفيدين من هذه المناصب ومصحاب عقود ما قبل التشغيل والاشخاص الذين ينتظرون الادماج واكثر من 15 الف منصب عمل للصحة و10 الف منصب للتربية الوطنية ناتج عن التكويل المهني 5080 منصب عمل في الفلاحة 2000 منصب عمل للتضامن 1057 منصب للشؤون الدينية 2 مليون و350 الف شخص سيستفيد من منحة البطالة في سنة 2024 دعم معاشات تقاعد ب 338 مليار دينار ليس بسنتيم مليار دينار يعني هذه الميزانية خصصت لأصحاب تقاعد بعد ما يقلبوا 32 سنة في سنة 2024 هذه النقطة الاولى ثاني نقطة ان الميزانية هذه خصصت للتقاعد المسبق ايضا يعني رح يغطيوا نسبة العجز بعد فتح قانون التقاعد المسبق لسنة 2024 وثالث نقطة تليهم هي منحة البطالة كما شفت هذه ابرز النقاط لرح يقصهم للمبلغ هذا ومنه نستنجو انه سنة 2024 رح يكون فيها كما يلي فتح باب تقاعد المسبق ب 32 سنة خدمة تعميم منحة البطالة وخاصة النساء الارياف وايضا رفع السن في الشروط اعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل وهذه النقطة اللي رح نستنعوا فيها كما قلنا من قبل انه في جام في 2024 رح يزيدوكم مبلغ بنفس القيمة على زيادة سنة 2023 هذا بالاضافة الى زيادات اخرى تختلف من شخص لشخص اخر وهذا بعد اعفائهم من الضريبة على الدخل خاوتي بالنسبة الاصحاب منحة البطالة والموظفين رح ندير فيديو قوة ان شاء الله في الكثير من المعلومات نأكد لكم باللي ما سمعتوش بها من قبل فقط ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واذا ما فهمتوش اي حاجة حطوها لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله